محمد قاسم عبد الحميد الحبوغي من العراق طالب بحث خارج في الحوزة العلمية في النجف الأشرف لغاية عام 2019 حاصل على شهادة الماجستير في القانون المدني المقارن من جامعة قابل وحاصل على شهادة الدكتورة في القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي من جامعة المصطفى العالمية عمل أستاذا في جامعة النجف الدينية في النجف الأشرف وحاضره في جامعة الإمام الكاظم عليه السلام وجامعة المصطفى كما أشرف على عدد من رسائل الماجستير في جامعة المصطفى وجامعة الأديان وجامعة قوم المقدسة له أدد من الكتب والبحوث العلمية منها كتاب مسؤولية المستأجر كتاب الأبعاد العقائدية بحث منشور بعنوان الضمان الطولي في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية فليتفضل مشكور بإلقاء بحثها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأفضل الصلاة وأتم السلام على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بودي قبل البدء الالتزام بمسألتين وإن شاء الله أكون ملتزم فيها على مدار عرض البحث وبإجاز وهي مسألة التقيد بأصول البحث العلمي والتركيز على خصوص موضوع البحث وهو توقيع الإمام صاحب العصر الزمان إلى نائبه الشيخ السميري بداية أقدم ببضع كلمات حول أهمية البحث وحول مشكلة البحث التي يدور حولها ومن ثم إلى هدف البحث وأخيرا في هيكلية البحث كي يكون للمستمع الكريم صحبة معنا بإذن الله عز وجل أما مسألة الأهمية فيمكن تلخيصها من خلال بيان أن هذا التوقيع الأخير توقيع الإمام صاحب العصر والزمان يلخص خمسة مراحل بدءا بفكرة الإمام المهدي سلام الله عليه وانتقالا في تشخيص الإمام ومن ثم في وجود الإمام أي حياة الإمام وانتقالا إلى الغيبة غير التامة أي أنياب الخاصة وأخيرا إلى الغيبة التامة هذه خمسة مراحل يطويها حديث واحد مع تفصيل في بيان المشكل الواقعي الذي حين صدوره وإلى الآن نعيشه وكذلك استشغى في المستقبل فسبحان الله من حديث أما مسألة مشكلة البحث وهي حقيقة تبدو مشكلة ولكن المنطلق ليست المشكلة مشكلة البحث أولا عبارة عن هذه الإشكالية التي دائما تتعدد في مسألة الموازنة والتوفيق ما بين منع المشاهدة في نص الحديث وما بين مسألة الرؤية وإمكانية الرؤية وقد نقلت عن الثقات والتقات والإشكالية الثانية في المتصور من خلال قراءة الحديث كيف يمكن التوفيق ما بين طول الأمد وهذا الإمهال مع التصريح بقسوة القلب وانتشار الظلم لعل القارئ يقول مسألة الإمهال ومسألة إطالة الأمد لعله هناك شيء من التصحيح في المساء شيء من الفرج والهداية ولكنه سبحان الله يبين بانتشار الظلم تزايد الظلم عسوة القلب فهذه إشكالية قد تبدو ولكن سيختصر البحث في بيانها وحلها ومنها ننطلق إلى هدف البحث هدف البحث في بيان سواء كان محل الشهد هذا التوقيع أو في غيره من أحايث المعصومين عليهم السلام كيفية التمين ما بين المطالب الرئيسة والمطالب الفرعية وهنا التأكيز على المطالب الرئيسة في بيان أهمية هذا الحديث باختصار كونه وصية من الإمام صاحب العصر الزمان إلى ما يمكن العمل به من قبل شيعة أما مسألة هيكلية البحث وهي عبارة عن مفاصل البحث فتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول مبحث حول المفاهيم وما يمكن أن بيانه حول مصطلحات البحث البحث وأهمها هو التوقيع وأما المبحث الثاني حول الدراسة السندية لحديث السامري رضوان الله تعالى عليه وأما المبحث الثالث وهو جوهر البحث الدراسة الدراسة لمتن الحديث من خلال بيان خارطة المطالب مطالب هذا التوقيع أما مسألة المبحث الأول فلا أطيل فيه وإن كان بودي عدم الإطالة وشروض الذهن مع الاعتذار مسبقا ووقتكم الثاني أن الذي توصل إليه الباحث في التوقيع المعنى الاصطلاحي للتوقيع أنه ليس كل ما يذكر من معاني للتوقيع إنما المقصود به نعم الاستفادة من المعنى اللغوي بما يوظف المعنى الاصطلاحي فالذي توصل إليه الباحث في بيان التوقيع وتعريف التوقيع الاصطلاحي هو كل ما يصدر من الناحية المقدسة في بيان ما سبق وتوضيح ما سبق إيراد شبه جواب ينسب إلى الإمام صاحب العصر الزمان أطلق عليه بالتوقيع أما مسألة السند فكذلك لا أطيل فيه فقد تم بحثه كثيرا نعم للباحث رأي في ذلك ولكنه أيضا سأقتصر على ما يمكن القول بأنه مرجحات تقوية السند أو المرجحات التي تكون في جانب مقبولية الحديث تعلمون أن الحديث روي عن الشيخ الصدوق وكذلك الشيخ الطوسي فبودي أن أقرأ نص الحديث فالنص مهم جدا أخبرنا جماعة بقول الشيخ الصدوق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن نبابويه قال حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب أو المهذب هذه الواسطة إلى الشيخ السامي قال كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه النص فحضرته قبل وفاته فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته أي نصه بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعة من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر أي مفتري هذا النص مسألة السند أنا بود الإلتزام يعني كنت موطن نفسي على عشرة دقائق الحمد لله كرم العتب العباسي إلى عشرين دقائق جزاكم الله خير جزاكم كرم بعد أبي الفضل العباس دراسة التوقيع الأخير مثلاً التي سأركز عليها هذا التوقيع فيه سبعة مطالب أولاً تبتدأ بافتتاح وآخرها بتسليم هذا التسليم مهم لأنه جعلته من المطالب المهم تبتدأ بإنشاء إنشاء بيان إخبار بيان إخبار أولاً تبدأ بمسألة الإنشاء بجملة النداء يا علي تتمت إنك ميت ما بينك بين ستة أيام الإنشاء الثاني أجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك المطلب الثالث الإخبار فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى المطلب الرابع بيان وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورة الإخبار المطلب الخامس سيأتي شيعة من يدعي المشاهدة البيان ألا من ادعى المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب المفتر وأخيراً المطلب السابع في التسليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لأنه فيها المعنى عظيم جداً لأن كما كان يختم الإمام السجاد عليه السلام في مسألة الحقوق أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي أنه أمر العظيم هنيئاً لمن كان بقدر هذه المسؤولية قدرنا الله وإياكم على ذلك المطالب أخوان أما الرئيسة فالاستفادة منها من خلال بيان مهم كيف نعرف المطلب الرئيسي من المطلب الثانوي هذه مسألة مهمة لأنه مسألة المطلب خاصة هي وصية لا معقول مع الوصية أنا أستطرد في حديث الوصية بينما يفترض ماذا يريد الإمام فمسألة المطلب الرئيسي أولاً النظر إلى الجمل الإنشائية وكيفية تمييز عن الجمل الخبرية لا لأن الجمل الخبرية لا تحمل مطالب رئيسية بل لأن المطلب الإنشائي خطاب يعني وصية إما بأمر أو نهي إلا ما عدا مسألة من خلال إعظام الأجر للمؤمنين بوفاة السامري في خطاب يا علي فالمطلب الرئيسي على ضوء هذا التقسيم أولاً تقرير الغيبة التامة الإمام في هذا الحديث مطلبه الأساس ما هو يريد أن يبين أن هناك غيبة تامة وطنوا أنفسكم على غيبة تامة فيها لازمان هذا المطلب الأساس في أولاً انقطاع النياب الخاص أما اللازم الثاني فهو مسألة الاقتصار على الموروث السابق أي لا شيء يأتي من ناحيتي ولذلك كل من يدعي فاعلم أنه كذاب طبعاً مسألة كذاب أيضاً بيها صيغة مبالغة فليس مجيغة كاذب إن فيها من العمل الشنيع على موروث الأئمة المعصومين عليهم السلام هذا الأول أما المطلب الرئيس الثاني التحذير لشيعته من مدعي المشاهدة هذا المطلب أيضاً مهم أخوان فيه لازمان أما اللازم الأول أن المدعي يأتيكم أيها الشيعة لا مجرد يصرح بالمشاهدة وهذا منطلق في بيان أن المشاهدة ما هي المراد أما اللازم الثاني أن من يدعي سبحان الله شهادة على أنه وإن كان صاحب سجل في صحبة الإمام والتبليغ عن الماء فإنه كذاب المفتر فلا يخدع عنكم تاريخ الرجل ما دام قد ختم خاتمته بمثل هذه الدعوة أما المطالب الثانوية ولاود الإطالة مسألتان الأولى طول الأمد لماذا اعتبرنا من المطالب الثاني إلا أنها قد صرح بها من قبل من أيام الأئمة المعصومة عليه السلام في أن هناك غيبة طويلة وأما المطلب الثاني والآخر هي مسألة بيان حتمية بعض علائم الظهور وقد ذكر الإمام من العلامات اثنان اثنين عفوا وهو خروج السفياني ومسألة الصيحة فإذن سبحان الله هذا الحديث يضاف في دعمه وفي قوتي أنه قد صرح بل ميز الإمام سلام الله عليه أنه حتى في العلامات الحتمية هناك من هو أعلى حتمية من من دونه وإلا التصريح بمسألة خروج السفياني والصيحة أي أنه هذان الأمران لا يمكن قبلهما من يدعي القول بالنيابة والتبليغ عن الإمام سلام الله عليه هذا قولي وأيضا أختصر إلى مسألة النتائج والمدلولات أما مسألة المدلولات تعلمون أن هذه المدلولات أثر على نحو السرعة والعجالة وإلا لبيان الأمر تتم إن شاء الله أول انتهاء السفارة بعد مسألة ضرورة الاستعداد الإمام يشير وينفت أنظارنا لمسألة ضرورة الاستعداد من أين استفدناها مسألة طول الغيبة ومسألة الترصد لكل من يدعي أي أنكم لا تبقون نيام كل من يدعي وكل من هبه ودبه في مسألة الدعاوة تكون آذان صاغيا لذلك بل كونوا على حذر شديد من ذلك ثم عدم الجزع طول الغيبة لا يولد جزعا عندكم فهذه غيبة نوح عليه السلام لنا عبرة في ذلك وغيرها من غيبات الأنبياء الصالحين ثم عدم خلو الزمان من دعاة الباطل لأنه سيأتي هذا الفعل سبحان الله فعل مضارع وباستمرارية وأيضا هو النفس مادة يأتي أي أنه لا تنقطع أي أن الأدعياء لا ينقطعون وفي ذلك الفات نظر لنا أنه لا يغيب أنه عنكم أنه من ذوي الأهواء والأنفس المريضة أنه سيجعل ويدق الأسفين في طريق الولاية ثم مسألة غايات المشرع غايات المشرع في هذا الحديث كثيرة والتي أيضا تقوي المتن وهي مسألة الحكمة الإلهية ومسألة العلم الإلهي في بيان أظهار المريبات وكذلك أن الله عز وجل جعل مسألة الانتظار بيان وتمحيص في مسألة الإبتلاء المؤمنين قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتدر عن الإقالة والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أحسنتم سيدنا إذا كانت هناك مداخلة من الحضور الكرام بلي تفضل جناب الأستاذ الأخوة العزاء الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله خير الجزاء من النقاط المركزية التي اجتمل عليها بحثكم مسألة المشاهدة والمشاهدة من الأمور المتشابهة ابتلينا بها نحن ومن قبلنا من الأصور هناك ادعاءات كثيرة وهناك آوى للمشاهدة من أناس مقدسين فكان ينبغي تصريض الأضواء على هذه النقطة التي نحن بحاجة إليها للتمييز بين الكاذب وبين المشاهدة المتيقنة ما هو الفارق بينهما وكيف نميز هذا مما يفيد المستمع لبحثكم وشكرا أحسنتم سبحان الله يعني أنا كان بدي أنه أبين هذه لكنه القصل الوقت وضيق الوقت أما لتفضلكم به نعم موجود فصل كامل في بيان هذه الإشكالية شيخنا الكريم في أن ما بين الرؤية المجردة وما بين الرؤية التبليغية الرؤية التبليغية هي المراد من المشاهدة في لفظ الحديث ونص الحديث والدليل على ذلك أن الإمام يبين سيأتي معناه سيأتي أنه ليس مجرد قول الرؤية فضلا عنه كثير من علمائنا ممن تشرف برؤية الإمام لم يكن يصرح برؤية إلا ما نقله تلامذته فيما بعد أحسنتم أحسنتم سيدنا مداخلة أخرى جنا الشيخ تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يبتدى أن أستاذ سماحت العلام الأجل المحذب سيد صافي بالحديث ونحن في خدمته داعين له إن شاء الله أن أجعله مولى الجليل بقلب العافية أنه نعم المولى نعم المجيب أنا في الواقع عندي سؤال ليس مداخلة للسيد الفاضل التوقيع الأخير بعبارة لا توصل لأحد للسمر الإمام كما هو لا توصل لأحد كان هو الذي يعين النواب الخاصين ابتدان به عثمان مستعيد محمد مستعيد ما بعد واسط ما بين الإمام وما بين الناس مما أوثير حول مسألة النواب فعندما يقول لا توصي أي أنه لا نيابة هناك فيما بعد وفاتك هذا الذي وحسنتم أحسنتم جناب السيد مداخلة أخيرة لجناب الأستاذ فضل مع ذكر الاسم والدخول بالسؤال مباشرة بسم الله الرحمن رحيم فاز شكر سيدنا نشكرك على البحث الجيد وهو يقطع اليد للمدعين والمفرقين الدين بمشاهدة الإمام عجل الله تعالى فرج بس عندي سؤال أردس لك سيدنا نحن نفرق المشاهدة عن الرؤية بأن لما أشاهد الإمام أعرف أنه هذا هو الإمام عجل الله فرج والرؤية أنا أرى الإمام هل ممكن هذا نقدر نتخله أحسنت جزاك الله أخير أما مسألة الرؤية وأنا ما عرف فهذه أول الأمر لابد إلى دليل فإذا ما أك دليل فكيف أعرف الشخص هو نعم بعض الأخوان وبعض من من مضى رتب من لوازن بأن هو هذا الإمام كأن يكون كان جالس مع شخص وفي لحظة لم يجده فقال إذن إلا هذا الإمام هذا حقيقة لا يمكن الوثوق به وأبدا لا يمكن أن يعول به أما الذي تفضلت به أولا في أن مسألة رؤية الإمام مشاهدة ومعرفة بأن هو هذا الإمام هذا حقيقة كما نقل عن الثقات والعلماء التقات بأن قد تشرف برؤية ما أود بيان وأسير بعض الأمثلة لكن هذا يقينا إنما تشرف بالرؤية لا يقال أنه مشاهدة محل الحديث في مسألة التبليغ هل أتى إلى الشيعة وقال أنه رأيت الإمام وقال كذا كذا بمعنة الوصية وما ينقل له فهذا لا يمكن القول به أحسنتم الحضور الكرام أحسنتم على هذه المداخلات القيمة الشكر الجزيل لجناب الباحث السيد محمد قاسم الحبوبي على هذه القراءة في العمق الدلالي في توقيع السمر